استكمالاً للجهود المبذولة من فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم من جانب رفع تحديات وطلبات منتسبي الفرع من تطبيق الرسوم الضريبية عقد بمقر فرع الغرفة ورشة عمل لجهاز الضرائب لأصحاب الأعمال بالمحافظة والتي يأتي تنظيمها بالتعاون والشراكة والتنسيق بين فرع الغرفة ومحافظ مسندم وجهاز الضرائب أقامنا اليوم ورشة عريفية عن ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة تكلمنا اليوم عن عدة محاور من ضمن هذه المحاور تكلمنا من عليهم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة ونسبة ضريبة القيمة المضافة وتطرقنا إلى ضريبة الدخل والأسس والقوانين المعمول بها في السلطنة طبعاً الحضور اليوم كان جيد جداً تفاعل الحضور أسئلتهم أعطتنا مؤشر جدا واضح أنه بدت الأمور تتضح من الناحية الضريبية وجاءت الورشة للإطلاع وطرح تحديات تطبيق الرسوم الضريبية بمحافظة مسندم وتأثيرها على مؤسسات وشركات القطاع الخاص وإجراءات عبور البضائع من المحافظة إلى باقي محافظات السلطنة وتنقل البضائع بين ولايتي خصب وبخى ولايتي دبى ومدحى ورشة اليوم هي لمناقشة تحديات تطبيق مختلف أنواع الضرائب في محافظة مسندم وخصوصا ضريبة القيمة المضافة وضريبة الانتقائية واستمع المسؤولين الحاضرين من جهاز الضرائب اليوم إلى تلك التحديات وسيتم رفعها إلى المسؤولين بالجهاز وتأتي هذه الورشة بناء على تنسيق سابق مع المسؤولين في الجهاز لبحث ما هي الحلول المناسبة لتحفيز القطاع الاقتصادي في محافظة مسندم وتم خلال الورشة رصد كافة التحديات ورفعها من قبل المختصين مقدمي أوراق العمل إلى جهاز الضرائب لإيجاد الحلول المناسبة بما يتواكب مع الموقع الجغرافي وطبيعة المحافظة وحجم سوق العمل والأنشطة التجارية والتي تأتي في مجملها مؤسسات صغيرة ومتوسطة أتت هذه الورشة لتوضيح المفاهيم الرئيسية والأحكام المتعلقة بالقيمة المضافة وإجراءاتها ومناقشة التحديات في محافظة مسندم عقيل بن عماد الكمالي من محافظة مسندم ولاية خصب